هنتكلم معيكم دلوقتي عن قيمة ترشيحات اللعيبة اللي هتشارك فيه جايزة الكرة الدهبية أو البلاندور سنة دي شاهدت فجأة غريبة شوية أول حاجة وقفنا عندها غياب أبرز وأهم من جوم السحر المستديرة في المراعب الأوروبية ليونال ميسي، رونالدو، نيمار، بره التقيمات من ناحية تانية شاهدت ترشيحات القيمة تواجد طبعا نجميلة الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفر بول إنجليزي للمرة الرابعة خلينا ناخد كده قراءة وافية عن ترشيحات جايزة البلاندور عشرين اتنين وعشرين مع ضفنا في الستوديو الكاتب الصحفي محمد البورامي صباح الخير ودايما نضيف عزيز علينا في صباح الخير صباح الخير جميعنا، صباح الخير رحمد، مبسوط أن أنا موجود معاك ومبسوط أن أنا أكون ضيفه دائما خلينا في بداية كده أعرف منك إزاي رونالدو ميسي نيمار بره الترشيحات لأن الموسم ميسي الأول مع بردسان جرمان كان مخايب للأمال يعني ما كانش فيه المستوى الكبير لميسي مع وصوله لبردسان جرمان كان فيه توقعات كبيرة جدا عليه إن بردسان جرمان يقدر يحاق دوري أبطال أوروبا لأن يمكن ده الهدف الرئيسي للنادي بشكل أساسي كان كلام تيم أحلامي يعني نيمار مبابي ميسي فكان الأمال كبيرة جدا معلقة على ميسي لكن الموسم نفسه ما كانش بأفضل شكل خرق به تحديدا أداء ميسي ولا حتى أداء نيمار يعني فيمكن ده شوية فرق في الترشيح يعني البعض كانش متعود على غياب ميسي إحنا 17 سنة تقريبا ميسي مغابش عن ترشيحات أفضل لاعب في العالم يعني تقريبا مكتسح دايما كل الجائزة الفرجية جائزة أفضل لاعب في العالم فيمكن هو الموسم شوية ما كانش أفضل موسم رونالدو نفس القصة رونالدو مع مانشوس رونالدد آسحي كان ثالث هدف الدورة الإنجليزية في الموسم الفات 18 هدف لكن برضو الموسم بتاعه ما كانش أفضل شكل نيمار برضو غاب الإصابة فترة بارتسن جرمان الفوز بالدورة الفرنسية مش الإنجاز اللي يخليك تكون متواجد فيه جائزة أفضل لاعب في العالم خاصة في العشر الأوائل يعني مع صعود كمان عدد كبير جدا من اللعيبة المتميزة في العالم في عدد كبير جدا من اللعيبة أصغر سنة وعندها مختلفة بدأت تظهر خلال الموسم الأخيرة وخلاص يعني نعتبر دي سنة الحياة بالنسبة ليونيل ميسي لكن هو مازال عنده فرصة أنه يرجع لوحة إنجاز كبير مع بارتسن جرمان الموسم الحالي طب ممكن الغياب ده ينعكس على قيمتهم التسويقية؟ يعني خلاص هو ميسي 34 سنة يعني يعني ما أعتقدش التأثير هيكون موجود بشكل كبير لو ميسي فظله موسم في بارتسن جرمان بعد نهايته هو هيكرر إما هيروح أمريكا أو ممكن يرجع برشلونة يختتم مسيرته ففكرة القيمة التسويقية ما بتتحسبش قوي بالجوزة ده لأن مثلا لو لاعب أصغر سنة مثلا ترشح لجهزة أفضل لاعب في العالم أو خد جهزة أفضل لاعب في العالم ده بيكون مؤثر بالنسبة له في انتقاله من نادي النادي في سعر اللاعب نفسه زي محمد صلاح مثلا موجود القيمة التسويقية بيفرد لكن في حالة زي اللي ينلمسي خلاص أعتقد أن بنسبة كبيرة هو بيختتم مسيرته وخلاص بيصل خط النهاية في مسيرة زهبية لواحد من أفضل أو من لم يكن أفضل لاعب في التاريخ طيب لو بصنا بقى العالم حمد صلاح هنلاقي أنه فيه إنجاز كبير جدا حاصل مجرد وجوده في البلاندور القيمة البلاندور من 2018 مرة الرابعة التواجد إنجاز كبير جدا وده احنا وصلنا لمرحلة أنه المرة اللي فاتت احنا كنا مستقين أنه هو طلع رقم سبع أنه إزاي ما يطلاش من التوب فايف توقعاتك إيه للسنادي؟ هو المنطق أن طول الوقت يعني أربع المواسم الأربع الأخيرة منطق أن طول الوقت بالنسبة لأن صلاح يكون بين أول ثلاث لعبة في جهزة زبيس أو في أفضل لاعب في العالم يعني هو أفضل لاعب في الدور الإنجليزي الموسم الحالي مثلا هو أفضل لاعب في الدور الإنجليزي هو هداف الدور الإنجليزي حصل على بطولتين مع ليفربول لها بنهاية دور أبطال أوروبا فهو أدم موسم على المستوى الفردي تحديدا موسم خرافي جدا يعني أنا أعتبر أنه واحد من أفضل وأهم مواسم محمد صلاح الموسم اللي فات أدم فيه مستوى كبير جدا يعني ليفربول سواء مع ليفربول أو فكرة البطولات اللي أخدها ليفربول يعني ده خلى الفريق يقصر حتى السقف عنده علشان يكمل ويتعاقب ويجدد تعاقضه مع محمد صلاح فإنجاز كبير جدا وجوده في الجهزة أنا أعتقد أنه هيكون بين أول ثلاثة يعني ما أعتقد شوها هيخرج برا للثلاثة الموسم الحالي لكن يمكن شوها بنسبة كبيرة هتكون الجهزة محسومة للكيرون منزيمة بعد برضه هو كمان أقدم موسم على المستوى الفردي ومستوى الجماعي هيل جدا فوز بدور أبطال أوروبا الصور الأوروبي فوز بدور الدور الأسباني هدف الفريق عمل موسم كبير جدا وقاد فرقته لإنجازات كبيرة جدا والفريق ما تأثرش به خروج عدد كبير من اللاعبة يمكن آخر موسمين ثلاثة الموسم ده تحديدا ده يعتبر أفضل موسم الكريم بالزيمة مقارنة بسنه كمانه بقى 35 سنة يعني لولا الأداء الكبير تصدقل لسه أقولك كريم منزيمة مش لعب صغير ولا لعب جديد أعتقد يا دي يعني الختام الأمسة لمسير الكريم منزيمة كريم منزيمة واحد من أفضل مهاجمين في التاريخ ممكن فترات كتير جدا ما كانش محظوظ بالإشادة بلعب جنب لعب زي رونالدو رونالدو طول وقت بياخد الضوء من أي حد بيلعب جنبه لكن كريم منزيمة مهاجم جاي جدا ونشوف المستوى اللي بقدم معارا المدريج يعني كان بيقود الموسم اللي فاتوا اللي قابلوا الفريق لعبها صغيرة كتير دخلت للفريق في مشاكل كتير مغربية ومع ذلك يعني فوزهم بدور أبطال أوروبا الموسم الحالي إنجاز كبير في ظل القيمة اللي كانت موجودة والمشاكل اللي كانت موجودة عندهم طب إيه المعايير اللي على أساسها بترجح كفة لعب عن تاني يعني حريك بتقول إن صلاح هيبقى فيه الثلاثة الأوائل وبنزيمة يعني كفته هترجح لهو هيبقى هو اللي هيحسم اللقب إيه المقارنة ما بين لو هنلقارن ما بين صلاح وبنزيمة الإنجازات الفردي على المستوى الجماعي الإنجازات على المستوى الفردي ومستوى الجماعي على المستوى المنتخبات كمان كل الحاجات دي بتفرق يعني بنزيمة وصلاح تعريبا متشابهين كتير جدا في الأداء الموسم الحالي على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق لكن فوز كريم بلزيمة دور أبطال أوروبا وأنه كان مساهم بشكل كبير جدا في الفوز ده بيفرقوا خطوة عن أي لعب تاني يعني بيفرقوا خطوة عن محمد صلاح بيفرقوا خطوة عن أي منافس بالنسبة له وأنه هو كمان الأهداف الحاسمة اللي سجلها الأداء اللي ظهر به طوال الموسم على الأداء الفردي الفرقة الفردي بتاعه والإنجازات اللي حقاها كمان الموسم ده كل الحاجات دي كانت يعني مميزة جدا بالنسبة له عكس محمد صلاح يعني محمد صلاح رغم أنه واحد من أفضل مواسم محمد صلاح على المستوى الفردي إلا أنه على المستوى الجماعي كان حظه سيء حظه وحظنا كمان لأن خسار نهائي أمم فرقية عدم الصعود لكاس العالم الإنجازين دول لو حصلوا بيأثروا مع في جاء فيه الترشح لجهزة يعني دول لو حصلوا كانوا خلوا صلاح هو الأول كان يفرق كثير جدا مع صلاح طبعا يفرق كثير جدا مع صلاح في المنافسة وهتفرق كمان في الترشحات مع ساد يوماني لأن ساد يوماني كمان أدم موسم كبير مع ليفربول وصعد كاس العالم وخد أمم فرقية فبالتالي هو هيكون واحد على الأقل من المنافسين في الثلاثة الأوال أو في الأربعة يعني فيه منافسة هتكون في الجزء ده هو تقييم أنا أن محمد صلاح 2018 كان بينفس على الثاني كان بينفس أو كان هو بعد مودريش كان تاني وده موسم أنا وجد نظر أن صلاح تظلم جدا في الموسم ده وكان صلاح يستحق أفضلها في العالم فيه 2018 لأن اللي صلاح أقدمه فيه الموسم ده يعني أداء موسم يعتقد ده أفضل أداء فردي في التاريخ في تاريخ اللعبة بشكل عام فكرة أنك بتاخد لاعب من روما وبتنقله ليفربول يعني سقف التوقعات عليه تحديد يعني لو جاب عشر أهداف مع ليفربول في الموسم الأول بالنسبة له يبقى هو كده عمل أنجاز كبير جدا فبياخد ليفربول لمستوى تاني خالص بيحطم كل الأرقام المقلسية بسيمكن المعايير دي ما تبقاش يعني بيقى فيه معايير كمان تانية بجانبه تسويقية طبعا يعني آه بالزبط المعايير تسويقية نفوز ريال مدريد في أوروبا مرعب يعني لو لعب أقل من صلاح مترشع أو صلاح أو صلاح أو صلاح أي لعب الأولوية اللعب ريال مدريد أساط شعبية كبيرة جدا لأن الشعبية بتفرق القيمة التسويقية بتفرق النادي بتفرق قوة النادي ونفوزه بيفرق ريال مدريد يعني ريال مدريد وبرشلونة تحديدا بيضمنوا دايما بالنسبة كبيرة جدا لتقلق أي لعب فيهم من هو يكون هو أفضل لعب في العالم عكس طبعا أنك كلمت على ريال مدريد بقى قلتي الأول تتوقع كريم بن زيما وصلاح احنا قلنا التوب ثري فمحمد صراحة دارك التاني بقى من تيبو كورتو مثلا حارس مارما ريال مدريد التوب كورتو أو ساجو ماني يعني واحد من الاثنين هيدخل الثلاثة بالسنة يعني اعتقد ان كورتو بشكل كبير هو لا هيكون رقم اثنين بعد كريم بن زيما في الجائزة يعني المنافسة هتبقى بين ماني وصلاح أكثر على دخول الثلاثة يعني هيبقى الاختيار بينهم في دوب روين برضو هي يعني من الأسماء اللي ممكن تدخل بشكل كبير جدا لكن انا انا بكلم على وجه نظر هتبقى بين ساجو ماني وصلاح قوية؟ قوية جدا يعني المنافسة بين ماني وصلاح ودب روين قوية جدا اكيد طيب لفاندوويسكي شايف ممكن يبقى مفاجأة؟ لفاندوويسكي لا اعتقد لفاندوويسكي يعني هو اكيد ممكن يكون موجود في المنافسة بس اعتقد صعب شوية مقارنة بالموسم اللي فات مع بير منخ اعتقد فيه لعبة تانية زي بنزيمة وكورتاو وزي ماني وزي صلاح وزي دب روين اعتقد الخمسة دول شوية هم اللي هيكونوا في المنافسة او قريبين من المنافسة لكن يعني هو الجدل قليل الاول على مين اللي هيحسب الجايزة اعتقد وكريم بنزيمة في كل الاحوال هيكون هو افضل في العالم الموسم الحالي طيب هرجع معك بالمنافسة ما بين ساد جوماني تحديدا ومحمد صلاح والمعايير اختيار اللاعب الافضل زي ما قلت بيبقى كمان بيدخل فيها فكرة الحصول على جواز او بطولات يعني بطولات تخص المنتخب والدولة اللي بينتامي لها طيب ده كده موضوع صعب بالنسبة للصلاح وساد جوماني يعني جزء تاني كبير الاداء الفردي كمان في صلاح افضل عفد دولة الانجليزي هداف الدولة الانجليزي فده شوية بيرجح كفته اكتر من ساد جوماني كما التسويقية بتفرق هنا في عوامل كتير بتفرق اعتقدناها ممكن ترجح شوية كافة صلاح لكن المنافسة تبقى قوية جدا لان في النهاية ماني كمان قدم موسم جيد مع ليفربول او مع منتخب السنغال لكن صلاح بالنسبة كبيرة على المستوى الفردي وعلى مستوى الجواز الفردية بترجح كافته شوية على ساديو ماني فاعتقدنا صلاح مش هياخد كبيرة كلاح نحن هنا قدام اداء فردي اداء جماعي وقيمة تسويقية دول الثلاث معايير اللي بيحسموا اللقب الخاص بالكورالدابي لكن عاوز اعرف من حضرتك برضو لو احنا بنتكلم على الثلاث معايير دي تحديدا في البطولة مفيش اي تواجد خالص لتصويت من تحكيم او حاجة بيبقى فيه تصويت طبعا فيه تصويت لقادة المنتخبات فيه تصويت لحسب الجائزة مثلا جاز فيفا بيكون فيه تصويت لقادة المنتخبات والمداربين للمنتخبات الوطنية فده شوية بيكون فارغ يعني زي ما قولك نشعبية ريال ما تلت أسنى شعبية كبيرة جدا فبالتالي عدد اللي بيشده يعني حتى التصويت مش هيبقى مع محمد صلاح ده اللي أنا عاوز اوصال له لا التصويت ما اعتقدش بيكون مع صلاح في الفوز بالجائزة كمان المستوى اللي قدمه كريم بنزيمة هو الأحق كمان بالجائزة يمكن لو صلاح كان فاز بينها ودور أبطال أوروبا كان الوضع اختلف تماما لأن الفوز يعني المبركة اشبه مبركة بين صلاح كمان وبين كريم بنزيمة اللي هيفوز بيهم بالبطولة ده خلاص يعني بشكل كبير جدا هيكون حسم اللقب هو بنزيمة طبعا فاز بالبطولة حسم كمان هو كان حاسم جدا فيه صعود ريا مدريد للنهائي والفوز بالبطولة فأعتقد بالنسبة كبيرة جدا هيكون هو غير طبعا لما هنبص لشعبات الرئي المدريد هنبص لنفوز وكل حاجات دي وأعتقد هو الأقرب للقصة أنا بالنسبة لو صلاح دخل بين أول ثلاثة أعتقد ده إنجاز كبير لصلاح على أي حال يكفي تواجد محمد صلاح للسنة الرابعة في المنافسة على لقب الكرة أنا رأيي إنه لا يكفي صلاح حيفوز بأفضل عفل العالم إن شاء الله يعني يكيد طبعا ونتمنى كل التوفيق لكل المشاركين بس يعني هنكون منحزين محمد صلاح هو صلاح دايما بيحط قدامه هدف ودايما بيكسرها إن شاء الله هيخوز بأفضل عفل العالم في سنة أو سنتين بكتير إن شاء الله يفوز بأفضل عفل العالم إن شاء الله بإذن الله يا رب سيد محمد برمي الكاتب الصحفي بنشكر حيكفن مع وجودك معنا في صباح الخير اشتركوا في القناة